إلى أشياء السياسي حيث تطير قدرة النائب وكفاءته في مناقشة مشاريع والقوانين التي لها صلابية شعب تساؤلات عدة كما أن الأحزاب السياسية تجعل من تدريب ممثلي الشعب وتكوينهم مسألة جد أهمة وحساسة لافتقارها لخالية النيا المتابعة وتأطير نوابها المتابعة في سياق تقرير عادل زيدي ومحمد بومجو عكس كل برلمانات العالم لقبة زيغود يوسف حكاية خاصة مع البرلمانيين فمع طرح أي مشروع قانون للمناقشة يظهر المستوى المجحود لأغلب النواب الذين لا يتحكمون تقنيا ولا سياسيا في أي ملف مطرح في وسائل الإعلام ويشغل الرأي العام التراب يجيبوا فيه تراب ها هو تراب فضائح نواب البرلمان أصبحت محلة تنكيت على أكثر من مستوى واقع جعل المختصين يطالبون بوضع معايير في قوائم الترشحات تضبط الكفاءات المرشحة لدخول الهيئة التشريعية ظاهرة لتعاني منها الطبقة السياسية في الجزائر ودعني أقول لك هذا ينطبق على أحزاب الموالاة كما هي أحزاب المعارضة يفتقرون لوجود خالية متابعة للتشريع الجزائري لما يصدر من نصوص قانونية أحزاب سياسية تفتقد إلى خلايا تكوين سياسي ومعرفي للنواب تشكيلات سياسية تلعب على وطر الفولكلور تحت مسمى الجامعة الصيفية للبرلمان محهد خاص كامل يسمى محهد الدراسات التشريعية هل هذا المحهد يقوم بدوره؟ أحزاب الموالاة المتهمة بترشيح أصحاب الشكارة وفسح المجال لكل من هب ودب تدافع عن خياراتها إطارات جبهة التحير الوطني وخبراء جبهة التحير الوطني موجودين وبالتالي عندما يكون نص المحل دراسة ومناقشة على مستوى البرلمان بغرفته يكون نواب جبهة التحير الوطني على مستوى المجموعة البرلمانية يكونوا على دراية بالموضوع بالملف ولأن الجميع يجمع على أن هذه العهدة التشريعية أسوأ عهدة برلمانية في تاريخ الجزائر فالأمال معلقة على تشريعيات 2017 لفرز المشهد البرلماني